سوف نعطي لكم الماندالين 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 يكون صغير و لا يوجد العظام و يكون لديه القشرة رقيقة سوف نفتح لكم واحدة و ترى كيف يكون من الداخل و يكون لديه القشرة رقيقة و يكون جميلة و سوف يكون موجودة في السوق الماندالين الرقيق و نقوم بقصة 1 كيلو و قمت بساعة المقانة و لديها القشرة و سوف نقوم بساعة الكشرة و سوف نقوم بساعة الشخص آلات و العويدات سوف نتسكي بساعة و سوف يتم بقم الملن سوف نقوم بحضار الزبط سوف نقوم بحضار و نتحن مكسر يمكنك القطع يقطع مصطرفة الصغيرة في القشرة و الوقت تطحن ترى النتيجة كيف سأقصدت لكم هذا سهل على الماندالين الماندالين قسمها على ججر صغيرين وخفت الصورة كبيرة هذا الماندالين صغير الذي يكون موجود ويبسوه ويبسوه ويجحله يتباع في الأسواق كيف يكون موالي الحلويات الماندالين من خلال الماندالين تكامل مرقود مرقود جيد ومعقس طريقة نقش نقش وغنيب الماندالين الماندالين المكسر الماندالين يضع الصورة تنطحن الصغير الماندالين يضع الصورة يضع الصورة يضع الصورة نخدم تمكن إستقرار مقراط القديم من المشكلين نحرق باستئلة ونقوم باستطاق لاحقك بإستمرار نضع نصف حمضة ونعصرها لكي تتوازن لنا الماضاقات ضروري من هذا العصير الحمض لكي لا يتلقى المرورة ونضع ملعقة خشبية وضروري الملعقة الخشبية تكون قليلا طويلة لان مني يتلقى ثقاعات ممكن تطاير عليكم وتحرقكم من الأحسن يكون الملعقة الخشبية تكون قليلا طويلة لكي تكون بعيدة على العافية لكي تطاير من هذا الملعقة الخشبية هذه هي نصيحة بين قوسين كي نقول لكم دائما سوف نشعل البوطة ونبقى واحدة لا نمشي شيء مبعد منه لدي 21 دقيقة ونبقى واقفة مع الملعقة الخشبية لا يتحرق لي سوف نبقى واحدة ونبقى واحدة سوف نبقى واحدة من ذلك الفقاعات التي تطايروا أنا كان علمكم بيعني كيكونوا في ذلك الفقاعات لكي تطايروا خصي العصال الخشبية تكون طويلة نبقى واحدة نحرك حتى يبليا لان الون ديالو كي بدأ يتغير لا يبقى فاتح كي يبقى اللون غامق كي بدأ يعقد مني كان يزوه في المعلقة الخشبية دابها وكي تلاحظوه لم يلسق فيها الكونفيتير منهار من اللي قتحسو به طاب ياني 20 دقيقة من اللي قتحرقوك تزوه كتلقى ورديك ساعة الكونفيتير كي بدأ يلسق فيها كانت منكم تكونوا فهمتوا الشرح ديالي وهذا الكونفيتير كي يجي لديز بزاف هذا ديال الماندالين ودبا ما حدو موجود نغتانموا الفرصة كي قلت لكم ونصايبوه لوليداتنا وراها مزيان في هذا البرد سبحان الله الله عطانا هاد هاد الفواكيه يعني هاد الحوامض كيكونوا في هاد الفترة ديال البرد يعني لانهم غنيين بالفيتامين السي ولانهم كينفعونا بزاف يعني كي يحاولوا كي يقاوموا معنا الأمراض ديال البرد كل حاجة الله كي يعطيها في وقتها يعني كتكون نافية علينا بزاف لاحظتوا دابا الكونفيتير من اللي كنحرك بالملعقة الخشبية كي يلسق فيها هذا دليل على انه راح قرب يوجد لي الكونفيتير ديالي من اللي كي يكون قبل ما يطيب يوجد كنكون كندير مع القام كنهزة ما كي يلسقش في الكونفيتير يعني كي يهبط كي يجري كي نقوله صافيو كي يقول لكم راكام بقا واقفين معاه عشرين دقيقة هو كي طيب على عفية متوسطة حتى كي يبلي يا راسا في اللون ديالو تبدل كي يكون ديك ساع الكونفيتير ديالي وجد بقاوا معايا حتى الاخير باش تشوفوا النتيجة كي كتجي رائعة هناك نوريكم العافية رها نقصة كي تكون غير متوسطة يعني ماشي ضعيفة ولكن كي تكون متوسطة هناك الخشبة اللي قد لكم يعني الملعقة الخشبية خصة تكون طويلة ها انتم موجت لك تلاحظوا بعيدة على يعني الاناء اللي كان طيبو فيه يعني باش نتفادة وطرع لناشي حاجة تحرقنا ومالي يعود مني كي يقرر بي طيب كي يبدو كي يبالون الفقاعة فيه بززاف ما كي يبقوش بحل دبا فيه الفقاعة هنا لحتو فقاعة كتار يعني هنا راح صافي وجدلي يا غنطفي البوطة ديالي وغنبقى نحركو واحد شي شوية حتي برد باش ما يلصقش لي في القاعة ديال القاملة صافي وغنخليهم اللي يتيو اللي يعني تنقص درجة الحرارة ديالو وغنعمروف القراعي طفي هنا ها وارا يعني ابطت درجة الحرارة ديالو هاو كي يباليكم شوفو كي معلك اللي وين ديالو تبدل عندي هاد القريعات اللي دايجا مغسولين مزيال بالمطاعي بمسوحين يعني نضيفين وغنعمر فيهم ديك الكونفيوتور ديالي ها هو كي ما كتلاحظو انا كنفضل يعني اللي غنبداو نستيه لك ديالو يكونوا قريعات صغارين باش كتبقى يتحلي قريعة بقريعة واللي يبقى ليه غنديروفوا حتي القرعات شوية كبيرة غنديروف المجميد حتى نبغيه ونبقى نجبدو نعمر منه قريعة صغيرة وردو البلاستو يعني هاد كنهزو من نحطهم عاديين هذه هي فكرة والريتال لكم سبق لها وتقسمتها معاكم كيبال لكم اللوين دياله جميل جدا وحتى الماداق دياله لديد والرائحة بقات في المطبخ ديالي رائحة جميلة جدا وهو كيطيب وكيطلق ذيك الرائحة دياله والماندالين وهذا الماندالين الصغير نحن نعرفه كيكون بحلة كونسونطري الحلاوة فيه والريحة دياله كتكون مجهدة وما كيكون فيه الأعظم لواله سبحان الله وتكون حتى القشرة ديال الورقيقة مهم ما دياله فيه اتحاج اخذ منها كامل حيدنا الورقيقات غسلنا مزيان وطاب كامل بالقشرة بكل شي له يعني غني بالفيتامين السي كي قد لكم جربوه ما غدينش تنضموه مصافي هنا كي قد لكم راها بقي سخون الكونفيتير ديالي هاد القريعات كي يجبون هاد الصغارين كتجبدي وحيدة كتجبدي وحيدة يعني كتحطيها في الفطور دياله كل هالكسكراب ديالك كتجبدي وحيدة خرصة صغيرة ما كتبقيش تكونش وحدة كبيرة كتجبدي تخدمي بها اليوم وغدا كتجبدي تخدمي هاد الصغارين كيجيوزوينين كي قدت لكم وما سابق قادرتوا هاد الكمية اللي خرجت ليها يعني جوش كيلو ديال مانضالين شو تبارك الله انشحال عطات ديال الكونفيتير وحنا كان عرفوا الكونفيتير المانضالين كي يكون ثمن دياله غالي وقليل في انك تلقيها غير بعض المتاجير الكبرى سوف ندخلها المجمد واخرين اومايا كي نقول لكم دائما بصحة والراحة الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة